تنوي وزارة الموارد المائية استناف العمل في سد بادوشا وقالت في بيان لها أنها تقوم باستكمال التحضيرات اللازمة كافة للمباشرة الفورية بأي من السدود المهيئة للتنفيذ والتي توقف العمل بها نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد مثل سد بكحول وست بادوشا وأضافت أنه في هذا الإطار قام المهندس كاظم سهر جابر المدير العام للهيئة العامة للسدود والخزانات يصحبه عدد من الخبراء والاستشاريين والمختصين في وزارة الموارد المائية بزيارة موقع سد بادوشا وتم الضباح الثميدانيا في كل الخيارات المتاحة لاستناف العمل فور الإعاز بذلك